بني أمية فرضوا على الناس بأنه يزيد طبعا أول من قالها معاوية إن كما نتكرنا البارحة إن أمر يزيد قضاء من الله طيب ماشي أنت ترى الجبرية أنا أريد أن لا أرى ما تراه من لا يرى ما يراه يعدم يعني الكارثة الكبرى في الدماء التي أريقت لا في مجرد الاختلافات الاختلافات أمرها سهل وأمر طبيعي حتى لو شذ الرأي مهما كان شاذا لا مشكلة فيه كيف تعامل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع كل الآراء التي هي بمنتهى الشذوذ يعني اللي عم يجيب صنم ويأكله والسجوع يعمل صنم من تمر ويأكله بهذا المستوى فكرهم وكان يقول لهم هل عندكم من علم فتخرجوه لنا قل هاتوا برهانكم كنتم صادقين إذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعا إلى ساحة معرفية مفتوحة لا إلى ساحة معرفية مغلقة يمارس عليها الكهنة والوصاية كان يدعو إلى ساحة معرفية مفتوحة أي أنتك من فكرتك؟ أي أنتك من فكرتك؟ قدمها بأدلتها وبرهانها قدمها كاملة مش والله بسمح لك تعطي العنوان وبدلش رد عليك من دون ما تكمل فكرتك يعني اليوم مثلا في الساحة الإسلامية طلعوا ناس سموهم مجدفين سموهم أي أن يكن لكن العبرة أنك أردت أن تغلق الساحة في وجهه حين جئت تتحدث عن سلوكه أو تشتمه أو إلى آخره هذا الأسلوب أسلوب قريش قريش كانت تدعو إلى ساحة مغلقة ساحة معرفية مغلقة تكتفي بالسلف قريش كانت تدعو إلى السلفية رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ضد هذه السلفية أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا هم كانوا يظنون أن آباؤهم قد أنهوا المعرفة خلاص ما بقى في معرفة شو بدك تعمل إسه صح آباؤنا أجدادنا علماؤنا أنهوا المعرفة وانتهى الأمر ماذا ستنتقد ماذا ستناقش ولذلك كان من قياس إذا جئتهم بالشيء قال ما وجدنا هذا في سيرتي تماما تماما فإذا قريش كانت تدعو إلى ساحة معرفية مغلقة لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم لا تسمع لفلان احذر من فلان فلان مبتدع فلان ضال فلان كذا قريش كانت تستخدم الألقاب والتوصيفات ساحر مجنون مبتدع رافض لاحظ نفس الأسلوب إذن أنتم في ردكم طبعا نخاطب الجهة التكفيرية الآن أنتم في ردكم على خصومكم أسلوبكم قراشي أم محمدي على محمد الصلاة والسلام وآله فإذن ليس مشكلة في أن نختلف انتقوا إنا أو إياكم ليس مشكلة في أن نختلف مهما شد الإختلاف ولو كفر صاحب الرأي ليس لك عليه وصايا فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر قل لست عليكم بوكيل فما أرسلناك عليهم حفيظة فلماذا تريدون أن تكونوا مسيطرين ووكلات وحفظة على أديان وعقائد الناس إذن المشكلة الحقيقية في أنهم عادوا إلى جاهليتهم الأولى إلى السلفية القراشية وليس إلى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى الطرح النبوي في ذلك